من الجزائر معي وليد بن جرون الباحث والمحلل السياسي أهلا بك شكرا أستاذ وليد لتلبية الدعوة من الجزائر أيضا عبد الكريم تفرق نيت الأكاديمي والمحلل السياسي أهلا بكم ضيفي الكريمين هل فتك شيء جديد أستاذ عبد الكريم لربما يستحق التوقف عنده في خطاب عبد القادر بن صالح تسمعني أستاذ عبد الكريم نعم نعم أسمعك جيدة خطاب عبد القادر بن صالح اليوم جدد فيه الدعوة لحوار هذه المرة أشار بأنه سيكون حوار توافقي وفي آجال وشدد أيضا التذكير والإشارة على ضرورة المرور إلى انتخابات رئاسية لأنها الحل الأمثل في ظروف قريبة يعني في ظروف سريعة دعا أيضا إلى الحكمة الملفت في الانتظار الملفت للنظر هو أنه يجدد على هذه الأشياء التي سبق أن تمت في مرحلة سابقة ويشدد أيضا على قضية توفير الظروف لانتخابات رئاسية لم يحدد تاريخها لم يستدعي الهيئة الناخبة ربما هذا سيكون في مرحلة مقبلة دعا إلى حوار حوار توفقي ربما ترك الكرة للمتحاورين الذين سيعطون الميكانيزمات والآليات والطرق والأساليب للمرور إلى هذه المرحلة هناك عدة إشكاليات إشكالية من يقوم بالحوار لم يحددها ما هي التنازلات التي تكلم عنها قيد صالح رئيس الأركان هو قال بأن الدولة ستعقد هذا المسار ستنظمه أنت مشكلتك أستاذ عبد الكريم أو تشيري لأنه يجب تسمية اسم أو جهة معينة تقود هذا الحوار لا الإشكال الآن المطروح لدى المعارضة والدى الحراك نحن ملاحظين نستنبت هذا أن من يدير الحوار هل يدير الحوار شخصيات مستقلة هل يدير الحوار رئيس الدولة وهو غير مرغوب فيه هل أن المعارضة والحراك يقبلون الآن برئيس الدولة ليدير الحراك في هذه المرحلة هذه تساؤلات مطروحة في السحة ينبغي أن تكون محل نقاش محل جدل من قبل المعنيين من ترى أنه عليه أن يقود مرحلة الحوار مؤسسة الرئاسة شخصيات الحديث كان هناك عن كثير من المقترحات والرؤية تم تقديمها وجزء كبير لقى منها قبول لدى الشارع الجزائري أنت برأيك ترى بأنه من الأفضل أن تكون هناك شخصيات تدير المرحلة أم لا مؤسسات دولة هي المعذلة من يدير الحوار الآن بما أنها من المفروض أن تدير رئاسة الدولة رئاسة الدولة بما أن النحية النفسية للحراك للمعارضة مرفوض هل يمكن أن تكون هناك مبادرات من المعارضة شخصيات تخرج من المعارضة من الحراك لتدير هذا الحوار لتجمع هناك عدة مبادرات الآن مبادرة مقداد سيفي رئيس الحكومة الأسبق مبادرة الفعاليات والنقابات والجمعيات التي تريد عقد ندوى للمعارضة العديد من هذه المبادرات هل تنبثق عن هذه المبادرات التي تأتي من المعارضة مع السلطة هل يكون حولها أغلبية واتفاق معين لإدارة الحوار طبعا بمرافقة الجيش وبمرافقة مؤسسة رئاسة الدولة ينبغي أن تكون حاجز النفس الآن ينبغي أن يزول ينبغي أن نجد من يدير الحوار هذا يتم بالتوافق حتى يكون عبدالقادر بن صالح أكد على قضية التوافق ولكنه لم يوضح هذا التوافق التوافق هذا شيء نفسي وعقب بالنسبة للجزائريين إذا استطاعوا أن يمروا لاختيار شخصيات تنظم وتدير الحوار فإن جزء معين من الحلول لهذه الأزمة ستكون مبسوطة ومطروحة هل كان لهذه الصورة الوردية أستاذ وليد بن جرون أن تكتمل لو كانت المعارضة مقبولة من الجميع والرئاسة مقبولة من الجميع والمقترحات ربما واضحة في هذا الحوار وكما يطرح أستاذ عبدالكريم بيقول لك مين بده يحاور مين؟ من الذي سيقود هذه المرحلة؟ أولا مساء الخير تحية لكم تحية لشعبنا الجزائري العظيم وأمتنا العربية الإسلامية والمجهدة كل عام وشعبنا وأمتنا بخير إن شاء الله أعود إلى سؤالك أخي الكريم وإلى نظرتي وتحليلي إلى خطاب السيد رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح وأهم ما جاء فيه أعتقد أن السيد عبدالقادر بن صالح يعني هو ماضي في عمله كرئيس للدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجزائرية أما فيما يخص قضية النقاش وقضية الحوار وقضية ما يسمى بهذه الندوات ما بين أحزاب المعارضة فلا أعتقد أن المعارضة الجزائرية أنت ترفض ذلك أستاذ بن جرون لما تقول لي ما يسمى لا أبدا أنا أريد أن أذهب إلى أبعد من الرفض أريد أن أذهب إلى قول الحقيقة فقط الحقيقة أن المعارضة يعني لم تكن أبدا وراء هذا الحراك الجماهيري العفوي الذي جاء شعبيا ولم تؤطره ولم تدعو له أي قوى معارضة في الجزائر هو حراك شعبي بريء من كل أحزاب المعارضة والموالات والتنظيمات هو حراك شعبي عفوي هذا لكي نوضح فقط ولا أعتقد أنه يوجد من يختلف معي في الرأس ولكن الذي حدث هو أن أحزاب المعارضة أرادت ركوب الحراك ركوب الموجة وكأنها تقول أنا الأولى بإثمار هذا الحراك من غيري وهذا ما رفضه الشعب الجزائري ورأينا مثل ما طرد الشعب الجزائري وقال لأحزاب المعارضة أفون أحزاب الموالات ارحلوا كذلك طرد رموز المعارضة من الحراك هذه حقيقة وليس تأويل أو تقويل أو إفتراء عليهم هذه الحقيقة اليوم نحن في مرحلة جد هامة وحساسة في مصار الدولة العربية الأكبر يعني والإفريقية الأكبر كذلك ألا وهي الجزائر علينا أن نكون حذرين لأننا نتكلم كما قلت وأعيد وأذكر دائما نحن نتكلم عن الجزائر الأكبر عربيا من ناحية المساحة ومن موقع الجيو استراتيجي نتكلم على تهديدات تحيط بالجزائر نتكلم على مناورات تريد شرق أوسط جديد نتكلم على صفقة القرن نتكلم على يعني أمام الشعوب لم يععد كثيرا يعني حجم الدول يعني يشكل يعني يشكل عائقا لربما في تغيير قياداتها وسلطاتها مع تقدير لا أبدا لا أبدا أستاذ وليد أنت تعرف كلامك يعني أنا أحترم أحترم مجهة نظرك يعني حقيقة لكن لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها الجزائر كبيرة بمساحتها وبتاريخها وبمستقبلها وإمكانياتها وفي بلد أيضا بجانبها حصل فيها نفس الشيء مثل ما قسمها وأيضا كان هناك قيادة عسكرية وفيها مئة أو أكثر من مئة وستة وعشرين أو مئة وعشرين مليون أرقام حتى غير واضحة أستوقف معك بس من نقطة مهمة يا أستاذ وليد اليوم ألم يحن الوقت لنرى أو أسألك أيضا أسألة من الشارع الجزائري ألم يحن الوقت لأنك تشف بأن المشكلة الأساسية هي في عفوية هذا الحراك طب إذا الحراك عفوي ولا يمكن أخراج قيادات وهناك رفض لأي قيادات تأتي من الخارج لأنها هي قيادات قديمة وتحمل ربما صبغة نظام السابق إذن يعني لن يكون هناك أي طرف آخر مقابل الجيش أو مقابل الرئاسة للحوار أو من يدير الحوار هذا بات واضحا اليوم وأنت نفسك تقول لي بأنك تبعد أن تذهب أبعد من الرفض وتقول أود الحقيقة وترفض هذه النوع أو أحد أنواع لربما ما يطرح من المعارضة من رؤى أليس كذلك يا سيد بن جرون أتفق معك في جزء كبير مما قلته سيدي كريم ولكن أريد أن أعارج على موضوع آخر هام جدا اليوم بعض القوى السياسية المجهرية المدعومة من طرف فرنسا صراحة وأريد أن أتكلم في الشأن الجزائري بعمق لكي أكون صريحا مع المشاهد الجزائري والعربي عامة الجزائر يوجد فيها طابور خامس طابور خامس مشكل من أحزاب ورجال أعمال والسياسيين وشخصيات وطنية هذه الأحزاب وهذه الشخصيات وهذا الطابور شكل من طرف الاستعمار الفرنسي البغير ومدعوم من طرف الحركة الصهيونية يعني هم منتشرون يعملون مثل ما تعمل نعم يعملون مثل ما تعمل الحركة الصهيونية يدعمون الأقليات يدعمون الأصوات الخافتة والأحزاب المجهرية من أجل التموقع وضمان مصالحهم في الجزائر وهذا لن يكون لأننا نرى اليوم الجيش الجزائري المجيد يعني في حرب يعني كسر عظام مع فرنسا كل رجالات فرنسا الآن في السجون كلهم تحت الإقامة الجبرية بعضهم هرب يعني تم استرداد أموال ضخمة من هذا الطابور الخامس تم استبعادهم من المراكز المفصلية للدولة يعني نحن الآن أمام حرب مصيرية في تاريخ الشعب الجزائري لنسميها البعض ثورة جديدة لكن بقيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير هذا ما أؤكد عليك كل الذين يدعونها إلى مجلس انتقال أنا آسف تسمح لي أو العمل خارج الدستور هم ينتمون إلى الطابور الخامس كي أكون واضحا معك من يشاهدنا أيضا وأود أنا أقول لك أن تصلني بعض هذه التعليقات أيضا من المشاهدين أيضا يقول لك أن هذا الكلام يحمل نبرة عاطفية يحمل الاستناد إلى التاريخ يحمل نوع من أنواع الشجن والعواطف بدنا نقرأ نأخذ قراءة يعني واقعية تصلنا إلى نتائج أستاذ عبد الكريم إذا سمحت لي وسأعود لك أستاذ أكيد من قرون اليوم عم نتكلم عن تأجيل الانتخابات وكان هناك جملة إجراءات في رمضان ونقترب اليوم من جمعة أولى بعد رمضان هل أليس أليس الحل الأمثل أن يقبل الشارع بانتخابات و بات هو الخيار الوحيد لأن يخرج عبد القادر بن صالح من الصورة خلاص الرجل باقي أليس بات هو الحل الأمثل اليوم كيف يمكن الوصول إلى الانتخابات لم أسمع السؤال جيدا لأن الخط كان يتقطع لكن أفهم من كلامك أن الحل المطروح الآن هو بقاء بن صالح لمدة معينة لأداء مهمة تنظيم الانتخابات المقبلة هذا الحل الذي تسعى إليه المؤسسة العسكرية ويسعى إليه جزء من السلطة من النظام الجزائري وهو حل يجد بعض الرفض لدى الحرارة لماذا؟ وبعض الرفض أيضا لدى بعض الأعزاء يعني لو قبلوا به تخيل دعنا نتخيل سوية وهذا السؤال البسيط في الشارع أستاذ عبد الكريم لو قبلوا به منذ البداية كنا اليوم برئيس جديد للجزائر أليس كذلك؟ ظروف الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها غير مهيئة نتيجة التجارب السابقة إنعدام الثقة ما بين الشعب وما بين طبقة السياسية وما بين الحكام بصريح العبارة هذا إنعدام الثقة كانت تركمات لسنوات مضت مثلا في 1997 تم تزوير الانتخابات وفاز حزب الآن وحزب موالي بنسبة في الانتخابات التشريعية يعني أصبحت تزوير الانتخابات أصبحت مركة مسجلة للنظام السابق وبالتالي فإن الشعب لا يمكن أن يثقى في رموز النظام هذه المعضلة وأيضا في مركة مسجلة أخرى يا أستاذ عبد الكريم لدى الشعب لتفاديها جميل هناك في مركات أخرى مسجلة وكيف يمكن للشعب أن يتفاداها هذا السؤال وأيضا سأقول لك نفس السؤال أستاذ وليد هل نقلق من عدوى جزائرية مما يجري يعني عم تقول لي في مركة مسجلة أيضا في مركة مسجلة أخرى أيضا ظهرت منذ بداية ربيع العربي ما سمي أو ربيع العربي سمي ما شئت عن ساحات الاعتصام فضوها بالقوة أيام دامية كان في مصر وكان في السودان واليوم أليس الإطالة في الأمد يصلنا في الجزائر إلى ذلك سؤال استشراقي نعم نعم هذا المخاطر مطروحة ولكن الجزائريين يعتمدون على التجربة السابقة على تجربة سنوات الجمر سنوات الإهاب سنوات الدم ويتفادون العنف وهذه السلمية ناتجة عن هذه التجربة نتمنى أن تستمر هذه السلمية لمدة معينة صحيح أن الإطالة في المطلبية والإطالة في الشارع ربما تؤدي إلى انزلاقات لكن يبدو أن الأمور أن هذه المبادرات ستخرج صحيح أن الأحزاب السياسية في الجزائر هشة كانت رهينة السلطة والنظام كانت زبائن لدى النظام تشتري وتابيع منه هي الآن الأحزاب السياسية هي رهينة لدى الحراك لا يمكنها كما نقول بالعربية بالدرجة الجزائرية لا يمكنها أن تحرق نفسها لا يمكنها أن تتجاوز مطالب النظام عفوا الحراك تريد ما يطالب به الحراك الآن تطرح بعض المبادرات الوسطية مبادرة مقداد سيفي مثلا بقاء على بن صالح مع تنزلات للسلطة ذهاب الحكومة ذهاب بعض الرموز إنشاء لجنة مستقلة من شخصيات مستقلة لما لا تكون من الحراك ومن الحزاب السياسية بغية نزع وإبعاد شبح تظوير الانتخابات إذا كانت هذه اللجنة مستقلة وذات صراحيات ويمكن أن تؤدي إلى قبول من قبل الحراك أو بعضه لأن الآن تطرح عديد من الرؤى داخل الحراك ليس رؤية واحدة عديد من الرؤى قضية الانتخابات ضرورة ينبغي وآلية من آليات الديمقراطية لكن ينبغي تحضير المناخ تحضير الشروط المواتية للوصول إلى هذه الانتخابات ينبغي النظر أيضا إلى قضية هذه المحاكمات الرئيس المؤقت اليوم يعني أحد المتابعين يطرح ويقول لك يعني نحن أمام شبحين شبح تزوير الانتخابات الذي تفضلت به وشبح بقاء بن صالح كما يطرح هو عدم الثقة إن وصلنا إلى الانتخابات قد يذهب بن صالح ولكن قد نبقى بانتخابات مزورة أولا نذهب الانتخابات يبقى عبدالقادر بن صالح أنت أستاذ وليد بن جرون أعطيتني الحق في أن أقوم بالمقارنة وصفت بأن الجماعات المجهرية الفرنسية في الشارع الجزائري يتشبه السهيونية وأنا سأفتح لك بابا للمقارنة والذي أنت أعطيتني حقا فيه اليوم هل يمكن أن يتكرر مشهد دامي مع هذه الإطالة سواء مشهد تكرر أو شهدناه في مصر بغد نظر من قام به وفي السودان واليوم في الجزائر أليس هذا أحد أسباب ربما التخوفات وأحد الأسباب التي قد يقود الرفض الذي تتحدث به أنت إليها أصدقك القول عندما أقول أن الحركة الصهيونية ليست بعيدة تماما عما يجري في العالم العربي بل هي مهنخصة ما يحدث لنا اليوم لماذا ننظر نعم نعم لا يمكن أن تكون الجزائر بعيدة عن اللعبة الدولية التي تصنع ويخطط لها في المنطقة العربية الكبرى وعبدالقادر بن صالح هو المنقذة والجيش هو المنقذة من هذه اللعبة الدولية هذا ما تود أن تقوله لا أخي الكريم نعم نعم جيشنا الوطني الشعبي جيشنا الوطني الشعبي لا يمكن أن تمر عليه هذه المؤامرات وسيكون هو الصخر الصلبة التي ستتحطم عليها مؤامرات وكيد الحركة الصهيونية برئاسة فرصة وكيد الصهيوني مباشر تعود إلى سؤالك هو أيضا أحد السيناريوات التي كان متخوف منها وأيضا تكرر في مصر والسودان واليون في الجزائر تخوي في السلطة من مؤامرات خارجية أطرح لك سؤال من الجزائر ليس رأيي الله يخليك هذا ما تقوله أيضا في نفس الإطار فخلينا بالسؤال أولا نفس الإيجابة أستاذ وليد شو رأيك أنت عم تخاف شخصيا من أن يكون هناك تكرار لهذا السيناريو الميادين الدامي في الجزائر أنا شخصيا أستبعد أي مشاهد للأنف في الشارع الجزائري فلا الجيش الوطني الشعبي يشبه تلك الجيوش التي استعملت القوة والأنف ذات شعوبها ولا الجيش الجزائري يتبع لقوات دولية كبرى تملي عليه أجنداتها ويريد ثورة مضادة كما يروج له الجيش الشعبي الوطني اسمه أكبر دليل فهو جيش من الشعب وإلى الشعب وهو في خدمة الشعب ولو كان يريد عنفا لاستعمله منذ الجمعة الأولى وقضى على طموحات هذا الحراك بل نظرنا بالأكس أن الجيش الجزائري خرج مساندا لمطالب شعبنا خاصة في القضاء على الفساد والقضاء على عملاء ترنسا في الجزائر صراحة لما ننظر إلى مطالب الحراك الجزائري ومطالب الشعب الجزائري ولا أسميه الحراك يعني تكبيرا لشعبنا وتفخيما له والاستسرارا له في كلمة حراك مطالب الشعب الجزائري كانت واضحة اليوم لا بد أن نذهب إلى حل دستوري ضرءا لجميع الفتن التي قد تضرب وطننا الغالي أنتخابات يعني كلامك واضح أنا باقي حتى يكون نعم نعم سيدي الكريم من يرفع شماعة التزوير خلي شماعة التزوير أجيبك فقط يعني أجال مقبولة شو يعني أجال ماذا يعني أجال مقبولة أنت برأيك متى ستكون الظروف مناسبة لازم ننتظر لكل حتى يتوافق ما هذا قد يمتد إلى سنتين هل يمكن هل يمكن أن نقول خلال ثلاث شهور ممكن أن نتخابات لا أبدا ما أصار له ست شهور أول خطوة أول خطوة هي تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات وهذه اللجنة أعتقد أنها ستتشكل في المجلس الشعبي الوطني في البرلمان يعني بكل الأحزاب بكل أحزاب معارضة أو أحرار أو أحزاب مولاة أو بكل أطياف المجتمع السياسي الجزائري ممثلة في البرلمان الجزائري ستذهب هذه التشكيلات داخل المؤسسة الدستورية المسمات المجلس الشعبي الوطني لتشكيل قانون يعني يضمن يعني نزاهة وشفافة هذه الانتخابات وأقول لك شيئا هاما بصدد يعني الكلام على الانتخابات يعني هذا الوعي الذي انتشر عند شعبنا الجزائري العظيم يعني سيكون يعني إعداما لعملية التزوير لأن الشعب الجزائري هو من سيشرف على مراقبة الانتخابات هو من سيكون يراقب يعني صناديق الاقتراع وهو من يجمع النتائج وهو من يعني سيكون الضامن سيسر لنزاة هذه الانتخابات ومن المجنون الذي قد يغامر بتزوير الانتخابات ألسنا نريد أن يعود المواطن الجزائري إلى بيته فمن يغامر من أجل أن يزور الانتخابات سيخرج الشعب إذا زورت الانتخابات ويخرج أكثر قوة مما خرج عليه بالأمس يعني أنا أقول لك شيئا بمناسبة من على قناة الحرة هناك أحزام تدعو إلى العمل خارج الدستور من أجل التموقع وأخذ الكوطة يعني أخذ الحصة بعيدا عن الشرعية الانتخابية يريدون اقتسام السلطة برآية فرنسا وهذا ما يرفضه الجيش الوطني الشعبي وجيشنا يعني هو الضامن الحقيقي للأمن القومي جوا وبرا وبحرا وسرا وجهرا هذه الخماسية المتعارف عليها الدستور الجزائري ومؤسستنا الدستورية هي الضامن الحقيقي رفقة شائدنا لضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجزائرية رئيس يضمن يضمن تحقيق مطالب الحرارة عفوا يوم الجمعة أعتقد أني سي ترجم ذلك وعذروني إن ظلمت أي منكم في الوقت أستاذ عبد كريم شكرا جزيلا لك أستاذ عبد كريم تفرق نيت الأكاديم والمحلل السياسي من الجزائر الأستاذ وليد بن جرون شكرا لك الباحث والمحلل السياسي أيضا وعذروني شكرا جزيلا لكم الأسئلة التي أطرحها هي فقط من الشارع الجزائري ومن الصحافة شكرا لكم شكرا لكم